مساء الخير احبائي انتونا اشهر تكونوا كامل بخير وانتو ما تشوفوا فيديو التاع اليوم انا احبيكم على القناتي قناة غسي كلان هند ميت جاي واي اقولك اذا كانت هذه اول مرة تفضل القناة تشارك في القناة وفعل خاصية للجرس لانو عنا افكار ابداعية وحصرية في الديكور والاشغال اليدوية والتدوير او شني اذا اليوم كما كنت تشوفو الخيزانة التاعي قلت لها نيو لوك يعني قلت لها غلو كينغ وكيشتوميزاسيان دو كتوفو معايا كيفاش كانت وكيفاش ولات يعني تغيرت بزاف كان بزاف ديزاستوس هايلين في هاد لافيديو فيما يخص سباقة فيما يخص الادراش كان دوزاستوس هايلين قعدوا معايا كملوا لافيديو باشتوفوا ليزاستوس هادو هادو الخيزانة ستشوفو معايا كيفاش كانت وانا يعني عاودت في يومين هاكذاك عاودت لها هادو الشكل الجديد يعني في عوضو نحن نشري واحد اخرى ونصرف يعني اموال طائلة لانو كاميرا كنت شوفيها هادي تعمل حوالي 3500 دينار انا الخيزانة التاعي فقط احتفت بها ودرت لها شوية تغيرات شوية تغيرات ستشوفوها معايا إذا نشوفو معايا الخيزانة كيفاش كانت باو هناك ديمونطيت بديت نديمونطيت فيها يعني بديت نحلها نحيلها في الأبواب نحيلها في الأدراج كانوا فيها الروفوف يعني هادو الجهة كانت فيها كام الروفوف و هادو الجهة يعني ونعلقوا الملابس انا حنرجعها هنخلي لها رف واحد فقط ونحيل تعليق يعني في الجهتين أنا حبيت هاكذا ونحيت لها كما كنت شوفو في الأعلى كان فيها إيطاج يعني ونتخبيوا الحوالي شتاها هايليك ديتها عند النجار نحالي قطع لي هادو زوش قطعات لكم ونشوفوهم هادوهوما يعني ونحيلها هادوهوما يعني ونحيلها هادوهوما يعني مدبانش بلي مقطعة هايليك و الابواب بتاعها هامليك الابواب يعني كي ديمونطيتهم كي نحيتهم فيها يعني 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 هادوهوما يعني خشب حقيقي هذي فيها الفيرني لازم نحيل هذا الفيرني باش نقدروا نسبغه بسكو السبغة ما تحكمش فوق الفيرني دونك كوش راح نديرو راح نديرو راح نديرو صنفارة ما نسميها بالعربية صنفارة ولا المنظلة بونسي يعني نبونسيوها اذا عندنا هايليك الالة تعل المارتخاون هاد الاباغي تعل الصنفارة يعني راح يسهل عليكم تديروها في نص ساعة هادوك الصنفارة تعكم فيه اللي ديسك يعني هادوك الدوائر وتبدلو فيه اللي فيه اللي فيتاس يعني حتى السرعة سرعة الاولى هايليك سرعة الثانية سرعة الثالثة كي ما تحبون انتو ما تديرو سرعة تعكم هادو ملتي فونكسيو يعني يدير اشياء بزاف اه اه في الصنفارة انا هو نستعملوا رياضة يعني خدمت بيدي وعجبني الحال انا ووليدي يعني اعني كنا ها اللي يكون احد المساحات كبار يعني و راح تديرو وراح تكون وراح تبونسي ولا تقدروش تعريفوا تستعملو هذا الالة هذه كراون ذونك عندي هاد الابونج ويتباع عند الكنكيغية عند اللي بيع لوزم الخرداوت استعملتها في الباب قليلاً وكملت القطعة الإسفنج المغلفة بورقة الصنفرة الرقيق كامل وكملت الصنفرة الأبواب الخزانة كامل وكملت القطعة الأدراج تنحي تلك المغلفة بخزانة كما كانت تلمع وكملتها هذه هي العملية الأولى لتثبت الصنفرة هذه العملية كانت مفتوحة في الغرفة بعد خرجت البرة كما ترون كما ترون الخشب كما ترون الخشب فأنا نضيف المغلفة وكملت الأدراج وصنفرت أبوا فقط وكما أحبت أن نقوم بإمكانكم ونظن كما تدرون يجنبوك كيف تنتظر لك و لا تصرفي اموال و تجيبها جاهزة الى اخره يجنبوك كيف تنتظر لك حطب يجنبوك الشمع عادي و تحكوها مليح بالشمع يجنبوك الشمع و تضيف داخل حطب يجنبوك الشمع و تقوم بها مليح بالشمع يجنبوك الشمع و تتضيف داخل حطب يجنبوك الشمع و تنظر لها مضيير او كامل هاي لنرى مقابل نزيير هذه الاستيوسة الاولانية التي قلتكم في الادراج و بعد اجوز و تمسحوا كامل الغبار الصنفارات لكي تصبغوا تصبغوا الغبار الاخراء و لا فوق المبال اجدوك تحضيرات المبال اجدوك الشمع ورقي يتباع لخارداوات يجب أن تصبغوا مستارة تدوروا كامل لتصبغة لا تدخلوا لكي تصبغوا فيها و سأجدوا مستارة تكتوفوا معي خدمة مقية بخوبخ و تصبغة و تصبغة و تصبغة و تصبغة ثقامت صبغة و تصبغة و ملانجة خليط أباق و لم أردت هذا هو فونسي و لم يأتي بحسن للمقية كابدأ في الابواب و أطعم كان مبنسي هذا البنسو يوجد دخلات مضيقة الفوقة في الحواف كما كنت ترون اليد على الباب كيفية مدورة يعني البنسو الرولو لا يستطيع تخليها للداخل ستستعملوا هنا البنسو دائما البنسو يجب أن تقصوه لا تشارجوه كثيرا فردوا بالكم تعمروه بالسبيغة سيأتيكم القطارات يقطروكم كامل ويشمتوكم الخزانة دائما لا تشارجوه البنسو لا تشارجوه بالسبيغة لا تشارجوه بالسبيغة وتنقصوه دائما في الحواف كما استعملت البنسو هذه الأماكن التي تستعمل فيها البنسو ثم ترون السطح مستوي ثم سنستعمل رولو التاعي كذلك ترون رولو التاعي لا تشارجوه بالسبيغة ترون رائحة لا تشارجوه بالسبيغة مثل تشارجوه بالسطح خلال رائحة ثم تقصوه يمكنك التشارجوه بالسطح تقصوه بالسطح تحضر الوحيد تشارجوه بالسطح تشارجوه بالسطح لتشارجوه يجب أن نقوم بسبيغة ونردها ونمشي السبيغة في الرلو التاعي يجب أن يكون متجانس السبيغة سوف نبدأ السبيغة ستقوم بعمودي وفوقي لذلك لأن الفراغات لا يقعدون بقع بدون سبيغة تكملون بها الطريقة هنا أنا أرى أن قامت بعمودي طبقة الأولى ولم أعود صدقني فوقها يعجبني الحال طبقة الأولى كانت كروازي عمودي وفوقي شوفوا ما شرجت البنسو شوفوا ما قطر ليش بزاف يعني سبيغة ما قطرت ليش يعني ما وسقتش الحالة يعني كانت هيلة وبعد رحت مريت الأدراج بنفس الطريقة وين البواني وين الحواف وين نقدر يعني شوفوا كما كنت شوفوا هنا وين نقدر يعني بشكل وين كان الشكل المسطح كانت متعة صدقوني والله غير كنت نخدم في هذا يعني ممكنت متعبة نوعا ما صحنا ما حسيتش بالتعب أولا هي رياضة ثانيا هي دولار تغابي وركنوا تديروا فلاك خياسيون وركنوا تستمتعوا وحاجة دائم ممكن نديروها يعني وحنا حبينا نتجاه تخرج مليحة ونحسوا بهذه الراحة النفسية وحاجة دائم مختلفة ونحسوا بحاجة دائم مجدد هنا تشوف البنزين هنا تلطخ بباب و لم تنجغت الحالة و بعد مرات تخلص الخزانة كانت الداخل في البيت كامفتو حين و الحمد لله كمالت الخيزان التعيب بالنفس الطريقة كمالت الخيزان التعيب بنفس الطريقة بعض الوزن التعيب لأتي كمالت الخيزان التعيب يتعلم بمبيع ولدتك وما يقول لك تجربون بمبيع ولدتك علىریون اي حاجة ندخل دخل ولداتكم معاكم مع المهم يتعلموا هذه هي من خلال الحياة اليومية ما تستنوش يجي وقتوا يتعلموا هكذا يا امبودتوا يخرجوا شاطرين يعرفوا كلش ذو كان عندي واحد الكورسي وليدي كي جابا بها بيعني قالوا بابا ماما سبغت كانوا عندي زوشكرا صاحب بتنسباهم ما خلاني شوليدي سبغت واحد قالوا بابا ماما سبغت الكورسي وكتحبت زيت دوزيام قالوا بابا هلو كان غفلت انتايا تسبغك يمك لقد قمت بتنسبه غفلت عن عمزة غفلت تشبه شوفوا يعني مع اللون الحائط تحت شباب والاب خوبخ كان شوية مقبر شوية في الاطاش اكستر تشبه انا سبغة سبغة كينا و تحرحي راكينا فأكملت هذا الثلاثيام معي شوفوها في الأدرج أنا الأدرج حبي تنطيهم كتا حديد بوشوغ قولوب و بعد ذلك ، أرى القمش الدنتل قطعته و قطعته و قطعته و اغطيته الجزء الآخر بالجرائد فتحصلوا على ترى الأشكال ثم تدروا الأشكال التي أحبتها الدنتل تخرج هذه النابخون لا لديكم النابخون ولا لديكم البوشوار يعني تشريه وهم ينباعوا هذا شيء اخرى ، أنا أريد أن أكل يعني لم أخرج و لم أكن أخرج و لم أكن أخرج فتحصلوا على دنتل و استعملتها بوشوار و عجبتني الواقع خدمت بالسبري يعني السبري الذي ينباع عن الدروغيس ثاني كانوا عندي غري متاليك و غري هدك بدأت بالميتاليك و بعد كانت فيها غير شوية خلاص لك و تحب نكمل كامل غري فونسي و لم أخرجت النتيجة و ترى و اشتركوا و تنحيوا و ترى خطوات و ترى خطوات و تحتاجون و لا تحلطون اخرجت و ها هي النتيجة النهائية و انا جاءت بسرعة يعني برابور خدمة تاعي انا وحدي اكسترا عجبتني الغزولتات جسبر انتو متاني تعجبكم وخليولي للي كومنتي قولولي انتو مالي تبريكولي وتخلطوا تعرفوا هدو سبايا تعرفوا وتتقبوا تعرفوا سيبيا ما تقولوش بلي هذي خدمة عرجال ولا انا خدمة سهلة دو كاوكايل الماتيريال يعني اللي حب من دك تشرو تنحيو شوية دراهم وتشروو ماتيريال وتخدمو داركم واحدكم سي ام بليزيق لكم و سي دولار تغابي دونك هدو كان هدو اول لو باقتاج لو بتي باقتاج اللي قلتكم تا يومياتي ان شاء الله يكون اعجبكم وستنو كين افكار جميلة جدا يعني يكونوا فقط في المتابعة انتلقوا ان شاء الله في فيديو اخر ابقوا على خير وتالى في الوحتيكم مع السلامة